مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله اليكم الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يزداد تأثير حالة علم الاستقرار الجوي هذه الليلة ويوم الأحد بإذن الله هذه الحالة ناتجة عن تأثير المملكة بمنقفة جوي خماسيني وأجواء حارة وجافة ومغبرة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى بنلاحظ أن المملكة بتتأثر بمنقفة جوي خماسيني ينتج عنه ظروف جوية خماسينية أجواء حارة جافة مغبرة يوم اللي كانت يوم السبت بشكل واضح وليلة سبت على الأحد وبتستمر أيضاً يوم الأحد موجات غبارية كثيفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير خاصة في المناطق الجنوبية أيضاً تظهر السحب الركامية وتسقط زخات رعادية من المطر تكون غزيرة في المناطق الجنوبية والشرقية وبالتالي هنا خارطة توضح أو مرفقة توضح أو بتأشرنا أو بتكون تعطينا مؤشر لشدة الهطولات المطرية التي يرافقها عدوث العواصف الرعادية هذا اللون الأخضر زخات رعادية متفرقة لكن هذا بيكون في أقصى المناطق الشمالية الغربية واللون الأحمر اللي موجود هنا بهذا الشكل زخات رعادية اللون الأحمر الغامق والقوي هذا زخات رعادية قوية وبتكون واسعة النطاق وبنلاحظ أنها بتتركز في المناطق الشرقية وبعض المناطق الوسطى والجنوبية حتى تصل منطقة العقبة والمناطق الجنوبية الشرقية زخات رعادية قوية إلى شديدة أحياناً وبتكون واسعة النطاق طبعاً هذه الزخات الغزيرة ينتج عنها ارتفاع منسوب المياه جريان السيول خاصة في الأماكن المنخفضة وحدوث أحياناً بعض الإنيارات وأيضاً غزارة الأمطار وأيضاً بعض الفيضانات في بعض المناطق بنلاحظ أيضاً أن الأحوال الأماكن التي سيحدث فيها الهطول لاحظ المناطق الجنوبية في البداية وبدأت يوم السبت سقوط زخات رعادية من المطر في المناطق الجنوبية وتشمل أيضاً مدينة العقبة وأيضاً معظم المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من مملكة يوم الأحد مثلاً تشمل تقريباً المناطق الغربية والوسطى وبعض المناطق الشمالية ذاك الأمطار الغزيرة بتكون في المناطق بشكل عام وبشكل رئيسي في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة والأحد ليلاً أيضاً يستمر هطول الأمطار في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية وبشكل عام معظم المناطق ويوم الأثنين صباحاً أيضاً تشمل المناطق الوسطى والشمالية والشمالية الشرقية وأجزاء مختلفة في أجزاء من المنطقة لكن يوم الأثنين إن شاء الله يوم الأثنين أو ليلة الأحد على الأثنين وصباح الأثنين تشتد الأمطار غزارة هذا اللون بنفسجي واضح بمثل غزارة الأمطار وشدة الأمطار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وأيضاً في هناك أمطار وزخات رادية في معظم مناطق المملكة لكن بتكون غزيرة وشديدة بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وزي ما حكينا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وحدوث بعض الفيضانات وبتستمر أيضاً يوم الأثنين حتى تقريباً صباح يوم الثلاثة أما بالنسبة لقرائط الرياح فباللهم أنه الليلة اللي سبت على الأحد ويوم الأحد تتعرض المملكة لرياح شديدة بعض الهبات القوية قد تصل سرعتها ما بين 50 إلى 70 كم في الساعة خاصة في المناطق الصحراوية والمناطق المفتوحة وبتكون مثيرة الغبار والأتربي وتؤدي إلى تدني وانعدام مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية وبالتالي نهيب بجميع إخواننا السائقين أخذ الحيطة والحذر وأيضاً جميع مرضى الجهاز التنفسي والعيون إلى أخذ الحيطة والحذر من شدة الرياح والغبار المثار وتذني مدى الرؤية الأفقية لو بتستمر هذه الأوضاع الرياح قوية نشطة إلى قوية يوم الأحد وحتى أيضاً صباح يوم الاثنين أحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء غائمة جزئياً زخات رعدية متفرقة من المطر في عمان لكن تكون غزيرة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة أحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد أحوال مغبرة خماسينية تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح ثم تصبح غائمة جزئياً وتنخفض درجات الحرارة قليلاً وتسقط زخات رعدية من المطر تشتد غزارة الأمطار ليلة الأحد على الاثنين الأحد ليلاً ويوم الاثنين إن شاء الله وبتكون مصحوبة بالبرق والرعد والعواصف الرعدية وبتكون غزيرة أحياناً وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وأيضاً إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه وبتكون العظمى المتوقعة يوم الأحد 25-26 والصورة 18 يوم الاثنين العظمى 26 والصورة 18 لكن يوم الثلاثة إن شاء الله تستقر الأجواء وتصبح ربيعية لطيفة في النهار ربيعية لطيفة أيضاً باللين العظمى 25 والصورة 17 درجة مئوية أما أهم التوصيات والتنبيهات فأول شيء أن هناك مخاطر من تشكل السيول المفاجئة وجرايين الأودية وبخاصة المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة أيضاً الانتباه من ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء ومن تبعات ذلك على مرضى العيون ومرضى الجهاز التنفسي وأيضاً الانتباه الشديد من تدني مدى الرؤية الوفقية في معظم مناطق المملكة لكن تنفي من رؤية أحياناً في جنوب وشرق المملكة نتيجة العواصف الرملية وخاصة على الطرف الصحراوية نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر وأيضاً من بعض الانزلاقات في بداية المطولات خاصة لأنه انقطع المطر لفترة طويلة وهناك أغبار ففي البداية تصبح بعض الطرقات لزجة نرجو أخذ ذلك أيضاً بعين الأكبار أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والسورة المتوقعة في المناطق الشمالية الجواء مغبرة بشكل عام إربد 31 لعظمى والسورة 21 عجلون 30 لعظمى والسورة 19 جرش 31 و20 والمفرق 29 و18 على درجة مئوية أما المنطقة الوسطى إذن استمرار الأجواء مغبرة وغائمة جزياً البنقاء 28 و19 مأدف 26 و19 عمان 25 و18 والزرقات 29 و20 والبحر الميت أجواء مغبرة وحارة 34 و27 درجة مئوية المناطق الجنوبية زخات رادية من المطر أجواء مغبرة رياح شديدة أحياناً عواصف رادية ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول والكراك 26 و19 الطفيلة 24 و17 الشراح 26 وامعان 23 و18 العقبة غائمة جزئياً وحارة نسبياً سقوط زخات رادية وأيضاً نحذر من جريان السيول وارتفاع منسوب المياه المناطق الشرقية من المملكة أجواء مغبرة حارة أيضاً الأزرق 28 و20 والصفاوي 27 و18 الرويشد 27 إلى 19 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى لجميع السلامة شكراً للمتابعة وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكراً للمتابعة